السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم صلو وسلم وبركة على سيدة محمد وعليه لأصحاب الغرور الميمين. ازايكم يا سنة ثلثة عددية عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض الدرسين الثالث والرابع في الواحدة السبعة. فتعالوا نبدأ نقول بسم الله ونبدأ الفيديو ببعنا على فوق. عندنا طبعا اول حاجة هنبدأ بيها الكلمات زي ما انتم عارفين. اول حاجة عندنا اول حاجة عند كلمة حفرية يعني ايه? فصل. 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 طيب نوع او انواع او فصائل اسمها سبيشز. 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 خدها بقى عندك قعدة. السي اي لو جوا راها حرف متحرك بنطقها ش. خلاص. السي اي لو جوا راها حرف متحرك بنطقها ش. زي كلمة وزي كلمة تمام? يبقى نوع او انواع او فصائل اسمها سبيشز. سبيشز. بعيد او نائي. ريموت. 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 زي كلمة الريموت اللي احنا بتاع تلفزيون بنقول عليه ريموت. يعني التحكم عن بعد. يعني انا بتحكم في التلفزيون من بعيد. تمام? فالحاجة البعيدة بنقول عليها ريموت. ريموت. طيب يتعامل او يعامل تريت. 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 يأكل ايت وضفلها في الاول. طيب المالك اسمه اونر 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 اونر. طيب ازالة الغابات. دي فورستيشن. دي فورستيشن. دي فورستيشن. ادي عندك غابة فورست. تمام? هي الحد الاس. وبعدين ايشن. طبعا ايوان هتديك صوت الشن اللي انت سمعه ده. والدي في الاول. يبقى دي فورستيشن. دي فورستيشن. طيب المنخفض يسمو دي فورسيحن. دي فورسيحن. دي فورسيحن. دي فورسيحن. تمام? طيب عندي بعدي كده محفوز اسمه ايه? بري صرف pin beta. طول بس توقفكي اسمو lance. لانس لانس. طيب الاستبلط للخيول اسمها بعد كده عربة قد تقول لها الخيول اسمها زي الحنطور عندنا في مصر. طيب حوت المنارة زي منارة الاسكندرية اللي بتنور للسفن دي اسمها طبعا في نصط الكلام مش بيتنطقوا. يبقى الاتنين دول طيب الباحس احنا عارفين بحس يعني لحد هنا كده. بحس طيب الباحس بقى يبقى انضف لها ايورت يبقى تمام? طيب تعالوا بقى الكلمات الدرس التالت كلمة فيضان اسمه نيجي بقى يا ولاد لكلمة جنوب غربي. طبعا بعد شرعت الجزيه دي. هنا كلمة جنوب غربي اسمه ساوث ويست. ساوث ويست. الاحدث لايتست لايتست لايتست. زيت مرة وانس وانس. تمساح كريكوديل 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 كريكوديل. مكونات او عناصر. موقف او وضع. طيب الامبراطور اسمه ايه? امبرر 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 امبرر. عمل البناء بلدر 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 خاص او مميز سبيشل 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 وان الشيخ برضو السي اي وراه حرفه متحرك يبقى انطقها شا. نيجب بقى الكلمة يصلح ري بير ري بير ري بير. طبعا دي مش معاك حفز. يعني دي ما تحفظهاش. اسمي الناس مش بنحفظها. المقاريخ اليونال ده اسمه ايه? ابلادورس 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 ابلادورس. زي ما هي بالعربي. طيب العاصمة اسمها ايه? كابتل. 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 طيب وحيد القرن الابيض. احنا عارفين وحيد القرن اللي عندنا في مصر رblue مش ابيض. بس فيه منه ابيض. الابيض باب انه يعليه وايت راينو وايت راينو وايت راينو طبعا ال اج هنا ينشر اه ببليش 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 طيب تقرير ريبورت ريبورت يزيل ريموف 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 خطر دينجر 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 اللغة اليونانية او يونانيك جنسية غريك 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 طيب والانبي باسمها تمام? طيب نشوف كلمات باقي الدرس التالت. عندي كلمة فصيلة او عائلة. طيب البرتمان او الابريك اسمه ايه? جار. 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 دايما لما تيجي انت الجيدي حط قبلها دي كده قبلها في النوت. فنقول جار. جار. طيب السقف اسمه ايه? روف. 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 طيب قلتي مسال واخدينه من قبل كده اسمه ايه? استاتشو. 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 متضمن او شامل. انكلودن. 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 يتوقع اكسبكت. 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 عندي بقى كلمات الدرس الرابع كلمة يسحب او يا جر اسمها بو. 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 طيب ياركن او حضيك عام اسمها بورك. 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 احنا اخدناها. يعني حضيكة. بس المرضة هتبقى لو جات فعلها هتكون ياركن زي ياركن السيارة. تمام? طيب الجاموس اسمها ايه? بافلو. 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 عمل وورك. وورك. تمام? طيب بعد كده الجزء ده مش هتحفظه. تمام? اللي هو الاماكن المشهورة والمدن المشهورة مش هتحفظها. تمام كده? بس هقراها معاكم يعني بس دي مش معاك حفظه خالص. اول حاجة طبعا عندي كلمته اه بورينيو. ودي جزيرة في اسيا اسمها ايه? بورانيو. 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 مدينة بترا هي هي تبقى بترا. 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 او الهول في الجيزة طبعا ده اسم ايه? مدينة دماشك. دي ماسكس. دي ماسكس. دي ماسكس. ومخفض الفيوم. فيوم. دي بريشن. فيوم. دي بريشن. اما بقى موقع التراس العالمين من منظمة اليونسكو اسمه ايه? يونسكو وورلد هيريتاج سايد. يونسكو وورلد هيريتاج سايد. تاج محل وده اصر في الهند اسمه تاج محل. تمام? طيب. دولة الهند انديا. انديا. مدينة روما. روم. روم. بورج القاهرة. ده كايرو تاور. ده كايرو تاور. سور الصين العظيم. ده جريت وال اوف شاينة. بانسيون وده معبد فيه روما هيكون بانسيون. بانسيون. طيب يبقى الكايت باي كايت باي سيدادل. كايت باي سيدادل. وادي الحتين وادي الحتين او زفلي او زفولز. دي او دي. يعني احنا في مصر هنقولها وادي الحتين. وممكن تقول ادم حاجة مش وجود منها في العالم التاني فبنقولها باسمها هو هو. خلاص? طيب نيجا بقى للجزء المهم هو تصريفات الافعال عشان الجرامر اللي عندنا. لازم 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 تحفظها. عندي become became become. lose lost lost. ملاحظ ان هنا الاس نطقناها ازاي? لكن هنا اس. يبقى lose lost lost. take talk taken. swim swim swim. choose chosen. burn burn it burn it. او burn it burn it. اللي تنصح. stand stood stood understand understood understood understood. تمام? تعالوا بقى نشوف الديفنيشنز. كلمة species الفصائل او الانواع. معناها ايه? اجربه في animals or plants of the same kind. مجموعة من النباتات او الحيوانات من نفس ايه? النوع. تمام? اول ما تلاقي ازاي نفس النوع يبقى الفصائل. طيب when all the trees in an area cut down. لما تلاقي كلمة الاشجار وكلمة cut down بتتقطع يبقى اه لما كل الاشجار في منطقة واحدة تتقطع يبقى بنقول عليها ازالة الغابات اللي هي. بعد كده اللي هي العربية اللي بتقول راها الخيول. something that people traveling that is pulled by horse. هو ده اللي احنا عايزينه. يعني بتجرب وسطة حصان. يبقى دي حاجة احنا بنسافر بها. تمام? وابد وراها الحصان يبقى. طيب نشوف الصفحة التانية. عندي المالك. معك بس السنة. ايوة. طيب عندنا كلمة المالك. ايه هو المالك ده? بيقول لك هنا ايه? اونر. اه انا انا انا. بيقول لك مسلا المالك ده لو هو المالك الحيوان ده يبقى هو الشخص اللي اشتراه. يبقى هو المالك بتاعه. طيب الاستابل. الاستابل. او لو بتلاقي كلمة اه بيرب في الاحسنة. يبقى ده الاستابل. بيقول لك لو انت عملت شخص كويس يبقى انت كويس معه. طيب ديستروي. و اه هي دي واحدة و دي واحدة. دمج. بيقول لك ديستروي هي هي دمج. تمام? بتضمر حاجة بطريقة وحشة جدا مش هتقدر تصلحها. طيب معرض للخطأ يعني هو وضعه خطر جدا. عندي بعد كده اه احنا بننتقل جي بستخفيفة جدا. لانجز. لانجز. تمام? بيقول لك او لو بتلاقي كلمة هي هي. تمام? طيب. يعني ايه كبتسيف? كبتسيف يعني اه هو اه في امان. تمام من الخطر او من التدمير. يبقى حاجة ايه محافظنا عليها. طيب عند الريموت دي المعنى بتاعها. يعني بعيد. بيقول لاند الارض اللي اه تحت المنطقة اللي حواليها يبقى دي مخفض يعني حاجة نزلها في الارض. بعد كده فصل اللي هي بقايا. بقايا النباتاتها والحيوانات اللي كانت عايشة في المقاطفة بنو عليها فصل اللي هي الحفريات. طيب نيجي بقى هنا لالسنانيم والانتنم زدول برضو مهمين جدا جدا. عندي هنا انكايند كرول. كايند. هارد. دفكولت. ايزي. ترابل. فيري باد. آفول. اميزن. وارم. كوائت. اه قيت. خط. وعندي هنا كول. طيب. وات. ريني. والعكس هتبقى دراي. سيربريز. اميز. اكسبكت. فايند او. هي هي دسكافر. لكن الماضي منها هايد واغنور. اندانجر. اندانجر. انصيف. سيف. فيماس والنن او والمضاد هتبقى او 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 بعد كده محزوز. هتبقى اللي هو برضو محزوز. هنا بقى الماضي منها او طيب قديم والمضاد هتبقى او بعد كده عندنا طبعا الصوفيكس اللي هي النهائية زي دي. اما اللي بتكون في البداية. طيب اللي قالك بتحول آآ من بتجيب ظرف من الصفة. يعني بتحول لظرف على طول زي وسادلي وبادلي وهكزا. الان على طول تدي العكس. زي ما احنا عارفين زي الواي بقى يا اولاد هنا بتحول الاسم لصفة. زي تمام? طيب تعالوا نكمل. عندنا هنا بتحول الفعل الصفة زي زي خلاص. والاي او رعا على طول بتكون اي اسمي زي زي خلاص كده. طيب عندنا بقى عندي كلمة نوع او فصيلة من نبات او حيوان. بيقول لك يعني في انواح كتيرة من الحيوانات. بيقول لك هنا بتشير للمجموعة من نباتات والحيوانات اللي لها صفات ايه مشتركة. او نوع واحد وبنعملها كجمع او مفرد. بس هي ملهاش ايه مفردها ليس ايه سبيش. لا هي كلمة تيجي نوع او انواع او فصيل. يعني تيجي مفرد وجامع. وان دانجر. يعني في خطر اما معرض للخطر او مهدد للخطر او مهدد تمام? طيب. اه انتر ناشنال وناشنال. اه طبعا دي كلمة ناشنال. هي 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 بس اضيف قبلها انتر. تمام? كلمة ناشنال قومي او محلي يعني البلدي حاجة ايه من من نفس البلد. اما انتر ناشنال حاجة دولية. بتبقى منبره بالبلد. تمام? زي اذا كاس العالم ده مسابقة عالمية او دولية ما بين العالم كله. اما بنيجي بقى للجزئية اللي هي بتاع تعبيرات الحروف الجره دي هناخدها في القرية عشان بس ايه ما نعقدش ناج بنزيد فيها تاني. تعالوا بقى نشوف الريدنج او بتاعتنا الريدنج هنقرأ الريدنج مع بعض. هنا بيقول لك فاصلزة ام يعني فاصلز يعني حفريات الصحراء. هترجم معاك الحاجات اللي ايه اللي محتاجة ترجمة. حفريات الصحراء. تمام? زي فيوم دي بريشن از ان اريا اف اربس الكاميرا شوية اهو. ده فيوم دي بريشن از ان اريا او دزرد. ساوث ويست اف كايرو. هنترجم جملة جملة. مخفض الفيوم هو منطقة الصحراء. جنوب غرب الايه القاهرة. بيقول لك كتير من البتاع القديمة اللي هي الحفريات القديمة. تمام? اه وجدت هناك. وجدت هناك. بيقول لك لكن بعض الفصائل من الحيوانات اللي هي بقى الحفريات بتاع الحيوانات دي هتدهي شكلهم. قال لك كريكوديلز تمسيح ترتولز تلاحف ان ويل ويلز وكمان حتان. the most amazing fossil are the whale fossils. اكتر بقى حفرية مدهيشة هي حفرية الايه? الحوت او الحتان. اتوادي الحتان في وادي الحتان او the valley of the walls او وادي الحتان هي هي بالانجليزي. بيقول لك بقى ايه? ان مئات من الحفريات القديمة للحيتان وجدت بواسطة الايه? العلماء سنة 1902. خلي بالك عندك هنا بيراجع لك على المضاء البتاع ده المبديل المجهول. بس هنا عندك فهو ده تمهيج الجرمر اللي هناخده شوية كده. المجهول في زمن الماضي الايه? البسيط. المرة اللي بدي كنت بقول اما وزور والتصريف التالت. لا المرة ده هتكون وزور والتصريف التالت. تعالوا نكمل. زي سينتست سوير سوربرايزت توفايند اوت ذات بيز وولز هاد لاجز. سو دي وانز واغد اون آآ لعد. بيقول لك العلماء كانوا مستهربين انه هم اكتشفوا ان الحتان دي كان عندها لاجز كان عندها رجول. فعشان كده هي ممكن تمشي على الارض. في الفين وخمسة الحفريات بتاع وادي الحتان دي دور ريسات بواسطة فريق آآ من آآ العلماء العالمين او الدوليين. بيقول بقى ان الحفريات دي حفظات كويس تمام? وبيقول ان واحدة منهم كان طولها واحد وعشرين متر. واحدة من الحفريات اللي انت شايفها دي. هي دي حفريات ايه للحتان. بيقول بقى ان هم اكتشفوا ان الحتان دي بتنتمي لعيلة الحيوانات زي الجمال والايه والزرفات. زي فاصلز ارشون بورتان زات وادي الحتان was called a UNESCO World Heritage Site. بيقول لك ان الحفريات دي آآ ارشون بورتان مهمة جدا آآ اللي في وادي الحتان وسموها بقى ايه موقع طرس العالم لمنظمة الايه اليونسكو. يعني انضمت لها. منظمة اليونسكو دي هي المسكة اللي لدي كلها وبتشرف عليها. هي بعيدة. as a result كنتيجة. عشان هي بعيدة. فعشان كده آآ نتيجة اللي ذلك اللي بيرح يزروها حوالي الف شخص في السنة. تمام? لان هي بعيدة جدا. فعند تزور فيها قليل خالص. تمام? طيب. تعملوا. نكمل اخر جزئية فيها. بعد كده بيقول ايه. بيقول لك يعني الايام دي. آآ العالماء المصريين بيدرسوا الحفريات دي في جامعة المنصورة بيستخدموا احدث التكنولوجيا. هم متأمنين بان هم يتعلموا او يلووا حاجات تانية عن الحيتان الرأي عادي اللي موجودة في الصحراء. تمام? طيب نكمل الاريع عندك الشكل ده. تعالوا بقى نشوف هو بيتكلم عن ايه. the first banthian in Rome was built in around twenty seven bce however it was burned down by a fire in around 80 c.e. the building that we know today was built by emperor Hardian in around 120 c.e. it was designed with the help of a famous greek builder who was called apollodorus of damascus. perhaps the most amazing part of the building is a large hole in the roof. the hole was used to give the building light. sometimes rain falls through the hole too. however today water is taken away by special pipes in the floor. بيقولك بها المبنى اللي انت شايفه ده. بيقولك ان هو اول بانسيون اللي هو معبد يعني في روما تبنى في سنة سبعة وشرين قبل الميلاد. وبيقولك على الرغم من هو تحرق فيه النار سنة تمانين. يعني فيه نار يعني حصلت فيه فتحرق سنة تمانين آآ ميلاديا. تمام? وبيقولك ان المبنى ده كان آآ آآ that we know today اللي احنا عارفين دلوقتي آآ بنية بوسطة الامبراطور من آآ هارديان. تمام? سنة كان واحد وعشرين ميلاديا. وبعدين قالك ان هو تصمم عشان يساعد آآ اتووس ديزايند وازهلت. سممه بوسطة مساعدة البناء اليوناني اسمه ايه? آآ الدماشقي. تمام? وبيقول بقى ان هو ايه? آآ اكتر جزء فيه المبنى ده رائع هو الحفرة اللي في النص دي تمام? الفتحة اللي في النص دي في الروف في السقب. بيقولك ان هي ناس وممت عشان تدخل نور كتير. لكن برضو لما بيكون في مطر بتنزل من الحفرة او الفتحة دي. وبيقول بقى كمان ان المية دي دلوقتي في الايام دي بياخدوها بقى بمواصير خاصة في الارض. يعني لما المطرة بتنزل في مواصير بتسحب الايه? المية دي. طيب تعالوا بقى نشوف هنا بلاك بيوتي. بلاك بيوتي دي قصة كانت عليكم سنة تلتة بس تلغط طبعا في المنهج الجديد. بلاك بيوتي. باي انا سوال. الكاتبة اسمها انا سوال. تمام? بتقول ايه بقى? هنختصر بقى هاقر كل ده وبعدين هترجم لك. the next winter was very hard for all the horses. the weather was terrible. there was rain every day and it was often windy. some of the drivers were very poor. so their horses worked all night. other horses don't have stables. they stayed out all night and got wet and cold. I was lucky because Jerry was a kind owner and I was always putting a warm stable. طبعا القصة كانت عن حسان. والحسان ده لونه اسود فكانوا مسميينه الجمال الاسود. هم لقبوه بكده عشان هو كان حلو جدا. فهو بقى اللي بيتكلم طول القصة هو الحسان هو الايه? الراوي. فانت تخيل يعني. بيقول ايه? الشتاء الجاية اه كانت صعبة جدا على الاحسانة. بيقول ان الجو كان آآ وحش تمام? وكان فيه آآ مطرة كل يوم. وبيقول كان برضو الجو عاصف. وبيقول ان السواقين كانوا فقرة فلازم الاحسانة بتاعتهم تشتغل طول الليل. وفي احسانة تانية ما كانش عندها استبل فكان بتفضل برة طول اليوم. وبتتبل وبتبرد تمام? وبيقول انا كنت محزوز بقى لان كان كان آآ مالك عطوف وكان آآ حطوا فيه طبل دافي. خلاص كده? طيب نكمل. بيقول ايه بقى اهو بعد بس شوية. بيقول ايه? بيقول بقى ايه في يوم من الايام انا وجيري استنينا آآ للشغل طبعا بيستنوا برا الحضائق. ايه واتشت ازانة اه او بيقول بها كانت بتتقرر العربية دي بسطة حصان كان رفيع وشكله ايه تعبين. بيبص كده مرة كمان شاف ان هي صدقته القديمة جينجر الحصانة التانية طبعا كانت صدقته وكانت شكلها ترابول كانت شكلها صديق. بيقول راح تبقى البيوت كتير مختلفة وشتغلت بجد. بيقول كل المالكين بقى كانوا بيعملوها وحش وكانوا انكيند كانوا غر عطفين. قالت له انت صديقي الوحيد. طبعا جينجر هي لقيت له كده قبل ما المالك يجي اخدها بعيد. وقال انا فهمت ان انا عايش حياة احسن من احسنة كتير. تمام? طيب اخر جزء معنا في الاراية على الدرس التالت هتلاقيه في صفحة سبعة. الست of the new seven wonders of the world was made in 2007. انا قلت الست ولا لست? ماشي. الست of the new seven wonders of the world was made in 2007. the city of Petra in Jordan was named as one of them. the dead. محل in india is also in the west. this beautiful monument was built by shah jain. to remember his wife. ممتاز محل. another new wonder of the world is the great wall of china. not many people know that the wall was built with an unusual ingredient. rice. طيب بيقول ان فيه لستة من عجائب الدنيا السبع. اه عملوها سنة 2007. خدوا بقى فيها مدينة بيترة دي كانت في الاردن. ودي كانت فيهم يعني في الليستة بتاع عجائب الدنيا السبع. وكمان تاج محل في الهند برضو في الليستة بتاع عجائب الدنيا السبع. وبيقول لك ان الاسر الجميل ده الدنيا بسطة مين شاه جان. وعشان يفتكر مراته اللي هي ممتاز محل. تمام? وبيقول فيه برضو عجيبة من عجاب الدنيا. وهو صور الصين العظيب. وبيقول لك ناس كتير متعرفش ان الصور ده مبني بمكون خاص جدا. وهو الايه? مبني من الرز. تمام كده? طيب. كده خلصنا القرية والاستماع وكل ده. هنا بقى عند جزء الحل على الكلمات. طبعا هنخلو ما في الفيديو تاني. هندخل بقى على طول على الجرامر. طيب. احنا المرة اللي فاتت شرحنا الجرامر بتاع المبني المجهول بس في زمن المضارع البسيط. المرة دي هنشرحها في زمن الماضي البسيط. هنا طبعا هون عنوان. من غير من باي. بيقول لك هنا المبني المجهول في زمن المضارع الماضي البسيط. هنا الاستخدام. بيقول احنا بنستخدم المبني المجهول في زمن الماضي البسيط. لما يكون الحدث الماضي اكتر اهمية من العمل الحدث ده. تمام? او اللي قم بالحدث ده. مش مهم بقى ان احنا نقول من العمل الحدث ده بس. هو الحدث مهم. خلاص? طيب. هنحل ازاي نفس الكلام? احنا المرة اللي فاتت فيها المضارع. قلنا اعمى وزوار او وزوار والتصريف التالت. المرة دي بقى هنقول. آآ قلنا المضارع اعمى وزوار وتصريف التالت. لا المرة دي هيكون وزوار والتصريف التالت. طبعا ووز مع المفرد وير مع الجامع. خلاص? والتصريف التالت احنا قلنا عليه. طيب هبدأ ازاي? برضو واحد هبدأ بالمفعول. تمام? تاني حاجة هشوف مفرد ولا جامع عشان اختار معي وزوار. وبعد كده التصريف التالت. تمام? هاخد التصريف التالت. رقم اربعة بقى عايز تقول زائد الفاعل برحتك. مش عايز خلاص. تمام كده? طيب. تعالوا ناخد مثال. بيقول لي هنا ايه في الماضي? مستر احمد ايت اي ساندويتش. مستر احمد اكل الساندويتش. هنبدأ ازاي مستر احمد نخبي الجزء ده ونعملو مع بعض. اهو. 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 اهلا كده خبيت الجزئية دي. طيب انا هنا بيقول لي مستر احمد ايت اي ساندويتش. احنا ان المفعول هو اللي بعد الفعل على طول. انا عارف ان ايت هنا كان وخلاص يبقى اللي بعدها على طول هي المفعول. يبقى هنبدأ بكلمة اي ساندويتش. الساندويتش اوكلا بواسطة احمد. بنجيبها من وراء. طيب الساندويتش هنا مفرد. وهنا ماضي. يبقى يا وزور والتصريف التالت. طيب يبقى اي ساندويتش واز عشان هو مفرد. وبعدين التصريف التالت من ايت هترجعها لاصلاها ايت وتحط لها اي يعني تبقى ايت. عايز بقى تقول باي مستر احمد براحتك. مش عايز خلاص. تمام? طيب. الجملة التانية رحمة. رحمة زائت الزرع. او الورود. الورود هنا هي المفعول. يبقى هقول زائت الزرع. انت يا فلاورز. مفرد ولا جمع? لا يا مستجامع. يبقى زائت زائت الزرع. ده اخرها اي دي? يبقى تصريف التالت بتاعها برضو هو هو الايدي. ونقول باي رحمة ما فيش مشكلة. عايز تقول برضو ما فيش اي مشكلة. تعالنا نشوف كده هو حللها ازاي? اهو اي سانويتش باي رحمة. ممكن تكتبها وممكن ما تكتبهاش. تمام? طيب في الموض البسيط طبعا بقى فيه يبقى هنا هنفي باي وبردو بتصريف التالت. بيقول انا ما غسلتش العربية. عادي عندي غسلة اللي بعديها بقى المفهول. وبعد ان الكار مفرد يبقى وواشت. التصريف التالت منها وواشت. تمام? هتضف لها ايدي. وهتقول باي مي اي. الله ده هنا اي يبقى حولنا زي ما اخدنا المرة اللي فاتت. دمائر المفعول اي اهي اكتبنا عاية. الاي بتتحول مي. تفضل يو. تفضل زي ما هي ات. الوي تتحول قص. الزي. تتحول زم. وعندك الهي. والشي. خلاص كده. ادي هنا ايدي كتبت لك كل الايه? الضمائر المفعول اهي. ضمائر المفعول. دول كلهم بيقعب لهم باي. بيقعب لهم ايه? باي. تمام? طيب نيجي لجملة دي. الفلاح ما اطعمش الحيوانات. يبقى هنبدأ بالحيوانات. زي انمالز جامع يبقى وير بس هنا في نفي تبقى ويرند. والتصريف الده من فيد بتطير ايه منهم فبتكون فاد. باي بسطة الفلاح. طيب هنا لو سأل في دد هيسأل هنا بوزور. هنا فاعل في المصدر هنا تصريف ثالث. هنا فاعل هنا نائب الفاعل اللي هو المفعول. طيب علي. اه ده علي باي زي نيوزبابر. اه نيوزبابرز. اه خلي بالك بقى هنا. هل علي اشترى الجرائط برضو? بعد باي هو ده المفعول. فانا هنا زي نيوزبابرز. بس انا عايز سؤال يا ميسي يبقى هبدأ بوزور. طب انت يا نيوزبابرز مفرد ولا جامع? لا جامع. يبقى وير. يبقى وير ده وبعدين ترجع بقى تجيب التصريف الايه? التالت. من من باي هيكون طبعا ايه بوت? وتقول باي علي? عايز تقولها اقولها ما تقول لهاش خلاص. طيب دي ديورة درينك جوس. نخبي بقى دي. بسرعة. ونروح نعمل ايه? نشوف هنا جوس. انت يا جوس مفرد ولا جامع? لا يا ميسي مفرد. ده حاجة لا تعدي. يبقى مفرد. يبقى هقول بدل ده. هقول تمام? تنزل. وبعدين تصريف تالت منها بتحوش الايه وبتخلليها يو. وتقول باي ايه يارا. اهي. هل العصير شربة? تمام? لو عايز تقول شربة وتسكوت او شربة بسطة يارا برضو مفيش مشكلة. طيب لو عملنا مسي سؤال بال ما عنديش اي مشكلة. انت عندك هنا الدوليو اتش. هنا الدوليو اتش. تمام? او قدت الاستفاهم يعني. عندي هنا دد. عندي هنا وزور. عندي هنا فاعل. عندي هنا المفعول. عندي هنا مصدر. هنا تصريف تالت. تمام? طب تعالوا نشوف على المسل اللي عملته ده. اين اصراء وجدت المفاتيح. انا هبدأ تاني. اهي. وبعدين انا عايز افعل المساعد. في المبنى ما قلت بقى وزور. طب اشوف الاول المفعول. انت يا كيز مفرد على جامع? لا جامع. يبقى ور. يبقى ور. وبعدين نكتب ذا كيز. كيز اهي. ونكمل. فايند التصريف التالت منها فاوند. ونقول باي اسراء. مش عايز تقولها ما تكتبهاش. اهو. ور. ور. ذا كيز. فاوند باي اسراء. طيب هنا بقى اهو بروب زيس ويندو. من قصر الشباك. يبقى هنقول زيس ويندو. طيب انت زيس ويندو. مفرد. يبقى هبدأ بهو تاني. وبدل آآ ما هي بروك. لأ هقول وانز. وبعدين زيس ويندو. وبروك التصريف التالت منها بروكن. بتضف لها ان في الاخر وتكتب باي. خلاص. يبقى انا مش هجيب هنا مفعول لان هو هنا بيسأل عن المفعول. وبيقول لك خلي بالك ان احنا ضفنا حرف لما آآ هنا كان في مين هو. ليه? لانا ما عنديش الفعل. ما عنديش الفعل. انا بسأل اصلا عن الفعل. لكن هنا كان عندي الفعل فقلت باي كزا. لكن لو ما عنديش الفعل هقول باي وخلاص. تمام? بس. ده المبني المجهول في زمن الايه الماضي البسيط. سهل جدا جدا وبسيط. مرة بتستخدم المدارعة. مرة بتستخدم معي الام والاز والار والتصريف الايه التالت. ومرة بتستخدم اوار برضو زيدي الايه في التصريف التالت. قد المبني المجهول. هعمله ازاي? ببدأ بالمفعول. وبعدين اشوفوا مفرد واللجم. وبعدين اخذ التصريف التالت. وبعدين والفعل. عايز تكتبها اكتبها مش عايز خلاص. بنفي ازاي? لو هنا لقيت نفي امت او 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 لو بنفي بهم يعني. لو لقيت نفي بقى هنفي عادي بدول. بحط معهم بط عادي ما كاش اي مشكلة. تمام? ادي المبني المجهول اللي كلكم خايفين منه وما بتحبوش المبني المجهول. سهل جدا جدا وبسيط بس انت هتركز. ابدأ بالمفعول. شوفوا مفرد ولا جامع. تصريف التالت. وبعدين والفعل. اكتب. الاربع خطوات دول كده مش هتغلط ابنا. والمفعول هكتب لالجنبي يأتي بعد الفعل. دايما بيجي بعد الايه? الفعل. عشان ما تدورش كتير. وانت عارف طبعا الافعيل يأكل يجري ينام يلعب. كل دي افعيل. اللي بعدها على طول هو ده اللي بيكون المفعول. تمام? بس خلص كده معنا الدرسين آآ تلاتة واربعة ان شاء الله بقى الحس الجيل. خلص مع بعض الوحدة السابعة بازن الرحمن. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. ولو عايزين اي حلقة تقول في الكومنتات. وقال لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.